اشتركوا في القناة من مزارة المالية ومزارة الطاقة على راسهم ومزارة البيئة التديق الجنائي هو مفتاح لحتى نبلغ نحكي بمعالجة الفساد والهضر في لبنان ما في تديق جنائي ما في لبنان هو الخطوة الأولى والأساسية لاتشاف الجرائم المالية والمصرفية اللي ارتكبت بحق المال العام ما فينا نعرف وان راحة الأموال المنهوبة وشو صار بالبلد وان راحة وضيع الناس إلا بتديق الجنائي والأهم من التديق هو المحاسبة لأنه من حق اللبنانية يحاسبوا كل الطبقة السياسية اللي حمت رياض سلامة وشاركت معه بعملية هدر أموالهم لأنه كل شخص ارتكب راح يتحسب علي اللي حملوك نتفينا شعارات هو حاجة تنعرف ونقدر نكشف كل هالمصاري كيف تحركت هول الناس يلي من كل الطواف ومن كل القوى السياسية من كل الأحزاب بس هي بتجمعهم شغلة واحدة لنخسروا وشانا عمرن بالبنوكة كرميرن بدنا التديق الجنائي اليوم قبل بكرة أساساً حقوق الناس أعلى من كل الأولين تديق الجنائي منه قضية سياسية قضية كل إنسان لبناني اليوم نعيدة مطلب لبناني واقليمي ودولي كرميل كل مواطن لبناني يتأكد مين الحرامي والمصار ومين اللي قدمي بهالبلد كرميل نبقى بهالوطن عايشين بكرامة لأن العديد منهم حاولوا أن يوقفوه ولأن العديد منهم بيخافوا منه نعم للتحقيق الجنائي نعم للتدقيق نعم للمحاسب اليوم قبل بكرة تدقيق الجنائي الآن الخلاص دربق من هنا